السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير في الفيديو اليوم سوف ندير معكم وصفة ميني كايك بالكريمة هذا الميني كايك عجبني الشكل قلت اليوم نجربه معكم بوصفتي الخاصة وان شاء الله يعجبكم نحن نشوف المقادر وطريقة التحذير حضرته في بول حطيت ثلاثة حبات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ زيت قرصة الملح دايما نقول لكم كايك ديروا قرصة الملح وعندي هنا يا لفاني اللي دايما نخدم بها اغوماك اكرم هاد لفاني كتوريت لكم مرة اللي فاتت العلبة عكيلو وبزاف سقسوني لكاين احجام محد اخرين كاين هادة عربعة كيلو يعني الناس اللي يخدموا المشاريع سينووكي تروحوا تشروو تقدروا تشروو بالميزان هندي هنا يا مغرفة صغيرة تكون معمرة مليح هاد لفاني ريحة تحاها هيلة ونزيد كاس غربة سكر عادي نجيب هنالباتوغ ونضرب مليح ولما كان شعلتكم الباتوغ عادي خدموا بالفوي وشنو لازم نضربوا مليح ونبعد جبت عشرة مغارف كبار تعسيت شوية فوق نسكاس نسكاس هو تمن مغارف ونضرب 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 بعد جبت كاس غربة تحليب يكون دافي هاد الحليب نزيد له مغرفة كبيرة على الخل بشيرو بلي الحليب هكا كي تروبوه يجيكم خفيف خفيف كي شغل لكم تخدموا بلياوغت ناتوغ نضرب مليح وبعد ما نزيد نخدم بالباتوغ نبدأ نضرب الفارينة سنضرب كاس فارينة الفارينة دايما نجوزها على صفايا وعلى غربال وستمعها مغرفة كبيرة وصاشي ونص خميرة كيميائية نضرب 15 قرام نحرك هكا مليح وبعد نزيد نوجد الكاس ثاني تاع الفارينة احنا شوفوا الفارينة انتو ما قادرت اديلكم اكتر والاقل لسانسيل شوفوا القاوم تاع الخالط لازم يجيكم شوية خفيف باش هاد المينيكيك يجو خفاف كيك العظيم يجب منها تحضر كيكة يجب منها يجب منها لديكم أخطوه يجب منها احنا اضع احنا دهنت هم بالزيت ودرت لهم مرشة خفيفة تاع الفارينا وان بعد نبدأ نعمر فيهم هنا متعمرهم حتى الفوق ديروهم وحتلت اربع خليوا هادا كالربع قيس ما يطلعوا شوية وقيس ما قوموا بعدار نحن نديرو الكريمة يعني باش هاد المينيكا يتغلف مليح بالكريمة نكمل نعمرهم كامل وفي هاد الوقت راني يمشع على الفورتاعي على درجة حرارة مية وستين درجة هاد ليمون لازم تحطوهم فوق سنيوة نحن ندخلهم نطيبهم من تحتها كي نشوفهم بدوي صفاره نشعلهم من الفوق غير شوية برك ونطفي عليهم والحاجة اللي نأكد عليها لازم تحطوهم فوق سنيوة كي طيبه بعد ما طابوا ليمينيكا كيك توعي وديموليتهم خليتهم هنا بردو نحضر الكريمة فيها زوج كيسان الحليب الحجم الكاس هو 220 مليل لتر زوج مغارف كبار فلون وانتو ما ديروا اي ذوق تحبوه مع زوج مغارف كبار سكر قرصة ملح وزوج مغارف كبار الميزينة نخلطهم هكا مليح ونضيف مغارفة ونضيف ملح ونضيف ملح حتى تعقد الكريمة بعد ما عقدت نضيف 25 كرام شوكولة بيضة شدة مقصود على شوكولة 50 كرام مقسمته على زوج هنا الحلاوة التي تحكم فيها تقدرها تلقاوها مخصوصة حلاوة نضيف شوكولة نفرغ هذه الكريمة في المول التي كنت دهنتهم بالزيت ضروري انكم تدهنوهم بالزيت لكي تجو ديمولي هذه الحلوة ميني كيك يخرجوا معاكم بكل سهولة اضعتها كمية مليحة ثم نضغط ميني كيك ونضغط عليهم غير شوية كي نشوف هذيك الكريمة بدأت تطلع في الطرف لا تزيروش حتى اللي تحت وهناك تكونوا تخدموا لازم يدكم تكون خفيفة باش هذيك الكريمة ما تنشفش هنا زيت عاود تخدمت كريمة واحد اخرى درتها بذوق ليمون وخدمت كما مقبيلة يعني نفس المقادر نضغط خمسة غو فخاز وخمسة غو سيدخون ندخل لهم الفريجيدر نخليهم وحد من نص ساعة ومبعد زيت دخلتهم للكونجيلاتور ووحد ربعين دقيقة تجد كيك وديمو ليدهم نحاو معي بكل سهولة تحركو هذاك الميني كيك بيدكم وقلبو ربعون سيخرجوا خدمتهم كامل قدامكم وحدا ما لسقط وحدا ما تخسرت انا بعد ما حطيتهم في طبق التقديم كي العادة قربت لكم حبا باش شوفوا الشكل الشحلجة الشباب جوي شهو هذا كلكيك جخ في فريشة وهديك الكريمة زادت له بنا على بنا انا عجبتني هاد الكريمة ما جات شحلوة بزاف يعني جات كي ما نحب انا قسمت هنا قدامكم حبا شوفوا يعني مش شكل التحارة هي تشهي هاد الوصفة بزاف حبوها ف الدار الحجة اللولة اتيرهم الشكل اللي جا قوة والبنات عينيك وهنا ببرك بالنسبة للذوق تقدروا تديروا هنا ياغو شوكو لكا غامل يعني ديروا ذوق اللي انتم ما تحبوه وصلنا دوكا نهاية لا فيديو تعاليون ان شاء الله تكون عجبتكم ودوكا مبقى ليغنقو لكم تهلاوا في روحكم ونتلاقاوا ان شاء الله في وصفات اخرى مع السلامة اشتركوا في القناة ię